السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم على أناتي ندي التعليم مع فيديو جديد في مادة الرياضيات للمستوى السادس صفحة 42 من كتاب الجديد في الرياضيات إذا هنا تتم للدرس السابع نبدأ من التمعين السادس خاصيات الضرب التبادلية إذا المعنى خاصيات الضرب التبادلية أي عندما نغير مكان الأعداد لا يتغير الجدد إذا هذه الرسوم تمثل الجداءات خمسة في سبعة أو سبعة في خمسة إذا نلاحظ هنا لدينا خمس مجموعات كل مجموعة تضم سبعة دوائر إذا خمسة في سبعة أي خمس مجموعات ضرب سبع دوائر تعطينا خمسة وثلاثون وهنا لدينا عكس لدينا سبع دوائر سبع مجموعات وكل مجموعة تضم خمس دوائر إذن سبعة عندما تتكرر خمس مرات أي عندما جمع هذه الدوائر ستعطينا أيضا خمسة وثلاثون إذن لا يتغير جداء عدة أعداد إذا غيرنا ترتيب العوامل أي إذا غيرنا ترتيب العوامل فإن الجداء لا يتغير إذن ننتقل إلى التمرين السابع لدينا ثلاثة أعداد اثنان ثلاثة وخمسة اثنان ضرب ثلاثة زائد خمسة إذن ثلاثة زائد خمسة تمانية ضرب اثنان تعطينا ستة عشر اثنان ضرب ثلاثة تعطينا ستة اثنان ضرب خمسة تعطينا عشر عشر زائد ستة أيضا يعطينا ستة عشر إذن نلاحظ المثال الذي لدينا اثنان في ضرب ثلاثة زائد خمسة يساوي اثنان ضرب تمانية أي جمع ثلاثة مع خمسة تعطينا ثمانية نضربها في إثنان فتعطينا ستة عشر أو نفرق العدد نضرب إثنان في ثلاثة فيعطينا ستة ثم إثنان في خمسة تعطينا عشر ستة زائد عشر أيضا هي ستة عشر أي عندما نفرق العدد على الجمع أيضا لا يتغير الجداء هنا أحسب الجداءات ننسأل إلى التمرين الثامن لحساب جداء 159 ضرب 354 نوظف خاصية التوزيعية لتسهيل عمل الضرب إذن عملية توزيعية التي استعملناها في التمرين السابع مثل 159 ضرب 354 تعطينا 153 تسعة وخمسون إذن 354 نكتبها على شكل جمع أي هي 300 زائد 50 زائد 4 إذا سنستعمل هنا خاصية التوزيعية أي 159 ضرب 300 ثم 159 ضرب 50 ثم 159 ضرب 4 159 ضرب 300 تعطينا 47700 159 ضرب 50 تعطينا 7950 159 ضرب 4 تعطينا 636 ثم نجمع هذه الجداءات إذا نحسب بنفس الطريقة إذا سنستعمل نفس الطريقة لنحسب هذه الجداءات أيضا إذا لدينا الجداء الأول مئتان وواحد وثلاثون ضرب 435 إذا سنحتفظ بمئتان وواحد وثلاثون ثم نكتب 435 بطريقة جمعية أي 400 زائد 30 زائد 5 ثم سنستعمل الطريقة التوزيعية أي 231 ضرب 400 زائد 231 ضرب 30 زائد 231 ضرب 5 إذا نوزع 231 على هذه الأعداد على جمع الأعداد أي 435 وثلاثون ثم سنحسب إذا هنا يمكن أن نحسب بطريقة سهلة سنضرب 4 في 1 أربعة 4 في 3 إثنى عشر نكتب 2 ونحتفظ بواحد 4 في 2 تمانية والإحتفاظ 9 ثم نضيف الصفرين أيضا نفس الطريقة 3 في 1 ثلاثة 3 في 3 تسعة 3 في 2 ستة ثم نضيف الصفر 5 في 1 خمسة 5 في 3 خمسة عشر نكتب 5 ونحتفظ بواحد 5 في 2 عشر وواحد 11 ثم نجمع هذه الأعداد إذا سنستعمل هنا عملية الجمع لجمع الأعداد إذا 992 ألف وأربعمائة 6 ألف وتسعمائة وثلاثون ألف ومئة وخمسة وخمسون ثم نجمع إذا لدينا خمسة تمانية عشر وواحد أربعة نكتب أربعة ونحتفظ بواحد 6 زائد 2 ثمانية واحد 9 واحد عشر صف ونحتفظ بواحد 9 زائد واحد عشر إذا الخارج هو مئة ألف وأربعمائة وخمسة وتمانو إذا بهذه الطريقة نحسب أيضا نستعمل نفس الطريقة في الجداء الثاني أربعمائة وواحد وسبعون ضرب مئتان وواحد واربعون أي أربعمائة وواحد وسبعون إذا سنكتب مئتان وواحد واربعون بطريقة جمعية أي مئتان زائد أربعون زائد واحد إذا هنا سنستعمل التوزيعية أربعمائة وواحد وسبعون ضرب مئتان أيضا أربعمائة وواحد وسبعون ضرب أربعون ثم أربعمائة وواحد وسبعون ضرب واحد إذن نحسب 2 ضرب 1 2 2 ضرب 7 14 نكتب 4 ونحصف بـ 1 2 ضرب 4 8 والاحتفال 9 ثم نضيف الصفرين 4 ضرب 1 4 4 ضرب 7 28 نكتب 8 ونحصف بـ 2 4 ضرب 4 16 و2 18 ونضيف الصفر 4171 في 1 هي 4171 ثم أيضا هنا سنستعمل طريقة الجمع إذن سنجمع هذه الأعداد إذن 9421 18840 4171 إذن لدينا 1 11 نكتب 1 ونحصف بـ 1 10 زائد 4 14 والاحتفال 15 8 زائد 4 12 والاحتفال 13 9 زائد 11 والاحتفال 11 أي 100 و13 ألف إذن 100 و13 ألف وخمسمائة واحدة عشر الجداء الثالث أيضا سنستخدم بنفس الطريقة 327 ضرب 122 وخمسون إذن 327 ضرب إذن 200 زائد 50 زائد 2 سنستعمل الطريقة التوزيعية 327 ضرب 200 أيضا 327 ضرب 50 زائد 327 ضرب 2 إذن نحسب 2 ضرب 7 14 نكتب 4 ونحصف بـ 1 2 ضرب 2 4 والاحتفال 5 2 ضرب 3 6 ونكتب الصفرين 5 ضرب 7 35 ونحصف بـ 3 5 ضرب 12 والاحتفال 13 ونحصف بـ 1 5 ضرب 3 15 والاحتفال 16 ونضيف الصفر زائد 2 ضرب 7 14 نكتب 4 ونحصف بـ 1 2 ضرب 2 4 والاحتفال 5 2 ضرب 3 6 ثم أيضا نستعمل هنا الجمع إذن سنجمع الأعداد 65400 16350 و6045 إذن 4 هنا 10 نكتب صفر ونحصف بـ 1 10 13 والاحتفال 14 نحصف بـ 1 11 والاحتفال 12 أيضا نحصف بـ 1 6 زائد 1 7 و1 8 إذن الخارج هو 82440 إذن بهذه الطريقة نستعمل الجداء بطريقة توزيعية إذن ننتقل إلى التمرين التاسع أحسب الجداءات التالية إذن نلاحظ هنا 3 ضرب 4 ضرب 2 تساوي 4 ضرب 2 أيضا ضرب 3 إذن هنا نكتب العدد 3 إذن هنا فقط نغير ترتيب العوامل إذن 4 في 3 في 2 تساوي 4 ضرب 3 ضرب 2 إذن 5 في 2 في 6 إذن يمكن أنه 6 في 2 و6 في 5 إذن هنا سنستعمل العدد 5 لأنه 2 في 6 ثم ضرب 5 هنا 3 هنا خمسة إذن هنا سنكتب 4 إذن 3 في 4 في 5 أو 3 في 4 في 5 إذن نغير فقط هنا ترتيب العوامل ننتقل إلى التمرين العاشر تظن تتريد أن إيجاد 2 في 9 في 5 أصعب من إيجاد 2 في 5 في 9 حسب خاصية التبادلية فإن 2 ضرب 5 الخارج في 9 يساوي 2 ضرب 9 والخارج في 5 إذن 2 في 15 ضرب 9 أو 2 في 9 18 ضرب 5 9 في 10 أسهل من 15 ضرب 5 إذن نحسب هنا بنفس الطريقة إذن سنضرب 2 في 5 في البداية 2 ضرب 5 ثم في 13 أي 10 ضرب 13 تعطينا 130 إذن هنا أسهل من أن نحسب 13 في 5 ثم في 2 إذن ننتقل إلى التمرين الأخير التمرين 11 نستعمل إلى التمرين الأخير إذن سنستعمل الأعداد 3 أعداد لإيجاد 60 إذن لإيجاد 60 إذن هنا نكتب يمكن أن نكتب 2 ضرب 3 إذن 2 في 3 6 ثم في 10 ستعطينا 60 أو نكتب 3 في 10 ستعطينا 30 ضرب 2 ستعطينا أيضا 60 أو نكتب 2 ضرب 10 هي 20 20 ضرب 3 تساوي 6 إذن هنا يمكن أن نجد 60 بطريقة مختلفة نفس الأعداد ولكن نغير ترتيب العوامل 2 في 3 ثم في 10 3 في 10 ثم في 2 وإثنان في 10 ثم في 3 إذن هكذا نكون أدءاً حين تمارين الصفحة 42 من كتاب الجيد في الرياضيات للمستوى السادس